ها 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 مجالس منها النور شعا وأشرقا بها انهل غيث العلم ودقا ترقرقا هلم إلى ديوان فكر وحكمة به يلتقي أهل الفضائر والتقى هنا ملتقى الألباب والسير التي سمى أهلها الأعلام زاد تألقا شذادب أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مرحبكم في هذا اللقاء السابع لأستاذ الدكتور عبدالله بن حمد الدايل في ندوة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقير رحمه الله تعالى لقاءات سابقة وتم تنزيلها في موقعي في صفحة الندوة وفي موقعي الشيخ عبدالله بن عقيل مع مقاطعها وتم أيضا تنزيلها في السناب شات فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لقاءنا هذا اليوم هو بمعنى بعنوان أسماء الإشارة استعمالاتها ودلالاتها أسماء الإشارة استعمالاتها ودلالاتها كان رئيسا لقسم اللغة العربية لمدة عشر سنوات شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود عمل في قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود أستاذا لعدة أعوام بعد عمله في كلية المعلمين لمدة ثلاثين عاما باحث وأكاديمي سعودي صدر له الكثير من المؤلفات في حقول اللغة العربية منها البناء في اللغة العربية الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية أسماء الأيام الأسبوع أرأيت وفروع غدوة دراسة لغوية له زاوية يومية بعنوان صحيح اللسان في صحيفة الاقتصادية منذ عام 1425 للهجرة إلى هذا اليوم فنشكر له حقيقة تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الندوة اللقاء الأول كان بعنوان أخطاء لغوية شائعة اللقاء الثاني بعنوان الإعجاز اللغوي في القرآن اللقاء الثالث اشتباك العامية بالفصحة الرابع أثر الإعراب في المعنى المثلثات قطرب المنهج والمضمون اللقاء السابق أثر الطرائف اللغوية في المتعلمين لقواعد اللغة العربية هذا اللقاء يبث مباشرة عبر صفحة ندوة الشيخ عبدالله العقيل في تويتر أو في موقع اكس وعبر البث المباشر في قناة ندوة الشيخ عبدالله العقيل في اليوتيوب وكذلك عبر صفحة ندوة الشيخ عبدالله العقيل في التليكرام والإستقرام والفيسبوك خمس وسائل من وسائل التواصل نستغلها في هذه الندوة نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد مع ترحيبنا بالإخوان في قناة المجد وحضورهم وتغطيتهم لهذه اللقاءات أترك الآن المجال لضيفنا فليتحدث مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلات الله وسلامه عليه وبعد فإني أرحب بالحاضرين وأحييهم بالتحية الخالدة التحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد هذه المحاضرة التي وإن كانت معلوفة لدى الكثيرين إلا أن فيها بعض الدلالات الخفية التي يجب أن أوضحها اسم الإشارة هو ما وضع لمشار إليه به وهي تعد معرفة يراد بها تعيين المشار إليه لذلك فهي من أنواع المعرفة والمعارف كما تعلمون ستة أنواع الضمير اسم الإشارة الاسم الموصول العلم المعرف بأل المضاف إلى واحد من هذه الأشياء التي ذكرت نبدأ الآن أولا بتعداد هذه الأسماء طبعا هذا للمفرد المذكر عاقلا أو غير عاقل تقول هذا رجل وهذا كتاب هذه للمفرد المؤنث أيضا عاقلا أو غير عاقل تقول هذه امرأة وهذه مجلة هذان للمثنى المذكر أيضا عاقلا أو غير عاقل لأنك تقول هذان رجلان وهذان كتابان هاتان للمثنى المؤنث أيضا عاقلا أو غير عاقل لأنك تقول هاتان امرأتان وهاتان مجلتان هؤلاء لجمع الذكور والإناث ولا تستخدم إلا للعقل فقط تقول هؤلاء رجال وهؤلاء نساء لذلك لا نؤيد هؤلاء مجلات أو هؤلاء ديار هذا ما يجوز في الاستعمال اللغوي هؤلاء لجمع الذكور والإناث العقلاء فقط عندما نشير إلى غير العقل نقول هذه أشجار هذه أشجار هذه جبال وهكذا هنا إشارة إلى المكان هنا ثم وثمت إشارة إلى المكان البعيد إذن هي ثمانية ألفاظ ثمانية ألفاظ تستعمل للإشارة طبعا بعضهم يقول اسم الإشارة هو ذا وها للتنبيه ها للتنبيه وكذلك في هذه يقول اسم الإشارة ذهي أو ذه وفيها لغات يقال تا وتي وتهي وذهي وذه يعني لفظ المؤنث فيه لغات أيضا هاذان يعني بعضهم يقول اسم الإشارة هو ذان والها للتنبيه أيضا تاني والها للتنبيه أولئي والها للتنبيه بعضهم يعني يفصل ما عدا هنا فالها أصلية بعضهم يفصل يقول الها التي تتصل بأسماء الإشارة هي للتنبيه واسم الإشارة الصحيح هو ما بعد هذه الها وبعضهم للتيسير على المبتدئين وعلى الطلاب يقول اسم الإشارة هو هذا بكماله وهذا الصحيح هو الأرجح هذا بكماله وهذه وهؤلاء وهذان وهتان للتيسير فنقول هذا اسم إشارة مثلا لما نقول هذا مجتهد نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محرفة مبتدة ما نفصل بعضهم يفصل يقول الها للتنبيه كما قلت قبل قليل والأرجح أنك تنظر إلى هذه الأسماء على أنها للإشارة بكمالها فكأن الها لاسقة فكأن الها لاسقة فيها لا تنفك عنها وكلا العرابين صحيح إذا اعتبرت اسم الإشارة هذا بكماله فاعرابك صحيح إذا قلت إن الها للتنبيه وذا اسم إشارة أيضا فقولك صحيح طبعا الرسم القرآني نحن نتبع في كتابة أسماء الإشارة الرسم القرآني لأنه وقف فهذا تتصل في الكتابة بذا وكذلك هذه وهؤلاء يعني لا نمد تعتبر من الأخطاء الإملائية أنك تقول ها ثم تأضع ذا ما عدا المثنة خاصة هاتان ما عدا هاتين تقول هاتان وهاتين تمد ها ها ألف أما هذان لا فتتصل كهذا وهذه وهؤلاء واتبعنا في رسمها الرسم القرآن اتبعنا في كتابتها الرسم القرآني وأنت تعرف أنك تتبع الرسم القرآني في كثير من الكلمات مثل بسم الله الرحمن الرحيم لا نخضعها لل للإملاء المعاصر بل نكتبها وفقا للرسم القرآني لأنه وقف ننتقل إلى مرات باسم الإشارة بعضهم يقول لها ثلاثة مرات لها ثلاث مرات ثلاث مرات قريب ومتوسط وبعيد فما خلى من الكاف واللام فهو للقريب كقولك هذا وما اتصلت به اللام أو الكاف إذا اتصلت الكاف فهو للمتوسط مثل ذاك ذاك إذا قلت ذلك فهي للبعيد يعني قريب ومتوسط وبعيد هنا للقريب هناك للمتوسط هناك للبعيد والأرجح في نظر كثيرين أن لها مرتبتين قربا وبعدا لأن البعد نسبي البعد نسبي فلا نستطيع أن نحدد المتوسط أو البعيد أو الأبعد فنقول لها مرتبتان قربا وهي ما خلت من اللام والكاف وبعدا وهو ما اتصلت بالكاف أو اللام وبعضها طبعا لا يتصل باللام ولا بالكاف مثل ثمة ثمة وثمة يعني بهذا الشكل أما الباقي نقول مثلا هذا هذاك ذلك هذه أو تي نقول تلك وتيك وقد استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن عائشة قال كيف تيكم في حديث الإفك في بداية كيف تيكم يقصد عائشة فاسم الإشارة المؤنث له لغات مثل ما قلنا فيه لغات تقول هذه وذه وته وتا وتي يعني له عدة لغات أيضا ذاني فذانك برهاناني قرأت فذانك بالتشديد للتوكيد وهذا الحقيقة يجرنا إلى دلالات اسم الإشارة هناك طبعا دلالات الحقيقة الخفية بلاغية لأسماء الإشارة فالله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآية الثانية من سورة البقرة ذلك الكتاب يدل على علو المنزلة والعظمة ليس لمجرد الإشارة فقط قال الله تعالى هناك الولاية لله الحقي هو خير ثوابا وخير عقبا هناك الولاية هذه أيضا للتعظيم وبعد المنزلة ليست مجرد إشارة عابرة أيضا قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فأينما تولوا فثم وجه الله إذن الإشارة تخرج عن كونها لمجرد الإشارة إلى منازل بلاغية إلى دلالات بلاغية وأهمها التعظيم وعلول منزلة وهذا الحقيقة ذكره المفسرون وذكره البلاغيون فنحن الحقيقة لا يجب أن نقرره هل طبعا فيه اسم إشارة غريب يمكن عليكم هذا هذاك تراه عربي صحيح ولي يشيع على ألسنة العامة لكنه عربي فصيح قال طرف هم العبد رأيت بني غبراء لا ينكرون ني ولا أهل هذاك الطراف الممدد فقولنا هذاك صحيح عربي صحيح وإن كان شائعا على ألسنة العامة لكنه يعد من فصيح العامة لوروده في الشعر الذي يحتج به رأيت بني غبراء لا ينكرون ني ولا أهل هذاك الطراف الممدد إذن هذاك استعملها ولا حرج من استعمالها عندنا أبدا ولا حتى إذا قيل لك إنها عامية فدافع قل لا ليست عامية وإنما وردت في الشعر العربي الفصيح الجاهلي الذي يحتج به في الاستشهاد النحوي أيضا عندما نسأل أنفسنا هل تصغر أسماء الإشارة لأن التصغير الحقيقة مألوف في الأسماء المعربة في الأسماء المعربة الأسماء المبنية ليس ليس فيها تصغير قياسي ولكن سمع التصغير فقالوا ذيا وتيا فنحن إذا قلنا ذيا ندل على صغر مثلا الطفل فنقول ما أجمل ذيا ذيا كلمة عربية صحيحة وفصيحة أوردها أصحاب المعاجم لذلك فهي ليست عامية وإن كانت شائعة على ألسنة الناس إذن يجوز التصغير صحيحة أنها ليست على وزن فعيل وفعيعيل ليست قياسية كما قرر الصرفيون لكنها تعد تصغيرا ذيا وتيا مثل اللذية واللتية برضو صغروا أسماء الموصول صغروا بعضها سمع هذا سماعي ليس من التصغير القياسي أسماء الإشارة جميعها مبني ما عدى المثنى لماذا لأن أسماء الإشارة تلزم شكلا ثابتا تلزم حالة واحدة فلو استعملت هذا مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجرورا فإنه لن يتغير تقول جاء هذا الرجل ورأيت هذا الرجل وسلمت على هذا الرجل فهذا لزمت حالة واحدة وهي البناء على السكون هذا يسمى مبني فهي دائما تعد من المبنيات اللازمة المبنيات اللازمة باب كبير في النحو العربي يسمى المبنيات اللازمة ويقابله المبنيات العارضة وضد المبنيات اللازمة والعارضة الإعراب المعربات هي ضد المبنيات قسيم المبنيات لأن المعرب يتغير شكل آخره بحسب موقعهم من الإعراب أما المبني فيلزم شكلا ثابتا فلو أخذنا نموذجا من أسماء الإشارة للدلالة أو للزوم المبني السكون لقلنا هذا هنا تلزم السكون لأن الألف هذه الألف اللي في آخر الإسم يستحيل أن نظهر عليها الحركة لذلك يقول يقولون أنها لزمت السكون يعني لزمت هذه الألف التي بطبيعتها ساكنة ولا يمكن تغييرها تستخدمها مرفوعة تقول هذا مجد جاء هذا الرجل طيب كيف نعرف العرام محلي إذا قلت هذا مجد هذا اسم إشارة مبني على السكون في محر رفع مبتدأ طيب المبتدأ مرفوع نقول مرفوع إذا كان الاسم معرب آخر حرف صحيح يقبل الحركة مثل محمد أما إذا كان اسم إشارة فما عليك إلا أن تنطقه كما نطقت العرب وأن تجعله ملازما للألف فيعتبر ساكن عندما نقول جاء هذا الرجل هذا فاعل لأن هو اللي جاء تقول اسم إشارة مبني على السكون في محر رفع فاعل والرجل بدل طيب أنا علمة الرفع نقول الراب محلي في محل ما معنى في محل يعني لو تجعل بدلا منه اسما معربا صحيح الآخر لتضحت عليه الحركة كقولك جاء محمد جاء الرجل جاء رجل عندما نستعمل اسم الإشارة مفعولا به نقول رأيت هذا الرجل إن هذا الرجل طموح نفس الشيء اسم إشارة مبني على السكون في محل نص مفعول به في محل دائما المبنيات إعرابها محلي لا تعرب إعرابا أصليا بالحركات لأنها أصلا لا تقبل الحركات إذن اسم الإشارة عندما نورد مثالا على اسم الإشارة المبنية على السكون فإننا نمثل بهذا وبهنا هنا اسم إشارة يتضمن الظرفية طبعا يتضمن الظرفية لأنه مكان هنا برضو مبني على السكون عندما نورد أمثلة على البناء على الفتح نقول ثم فثم وجه الله ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محن نص في ظرف مكان وثم مثل ثم بس اختلاف اسلوبي اختلاف اسلوبي واختلف في كتابة التا بعضهم يقول مربوطة وبعضهم يقول مفتوح يعني فيها خلاف في كتابة تا ثم والفرق هناك فرق كبير بين ثم وثم ثم ثم المفتوحة الث عبارة عن اسم إشارة أو ظرف مكان لكن ثم بضم الث فهي حرف عطف تعتبر حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي تراخي الزمن ثم إذا شاء أنشره ثم يعني فيها ترتيب وفيها تراخي تختلف عن الفاء تختلف عن الفاء الفاء أقول جاء زيد فسعيد تفيد الترتيب والتعقيب ترتيب وتعقيب على طول ما فيه لكن جاء محمد ثم سعيد معنى ذلك أن المحمد هو الأول ثم تلاه سعيد فهي للترتيب والتراخي الفاء للترتيب والتعقيب الواو لمطلق الجمع لما جاء محمد وسعيد لمطلق الجمع ولا يدل تقديمنا لا يدل تقديمنا لمحمد أنه جاء الأول فالواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين إذن ثم تختلف عن ثم بعضهم يخلط في الاستعمال بين ثم وثم يقول فرق كبير والحركة هي التي فرقت بين ثم العاطفة وثم الظرفية المكانية التي هي اسم إشارة للمكان البعيد بعضهم يقول الأدوات الإشارية ويقول الأدوات الإشارية ويدخل فيها الظمائر يقول لأن الظمائر فيها إشارة أن تقول أنت أنا نحن لماذا لا نعتبرها إشارات أيضا يعني بعضهم يوسع يدخل في الأدوات الإشارية يقول ليست أسماء الإشارة فقط يدخل فيها الظمائر والأسماء الموصولة وإذ مثلا رأيتك إذن امتحان قريب فهي إشارة للزمن الماضي لكن قولهم هذا مرجوح يعني النحويون القدامى هم الذين فعلا أقرب إلى الواقع اللغوي وأدق عندما فصلوا بين أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والظمائر لأنهم وجدوا أن لكل مصطلح من هذه المصطلحات ولكل صنف من هذه الأصناف خصائص تميزه عن غيره نعود للدلالات البلاغية الحقيقة أنا نسيت شيئا مهما وهو أنك أحيانا تستعمل هذا للتحقير وتستعمل هذا للتعظيم ولا يفرق بين ذلك إلا سياق الكلام وما يشتمل عليه من قراء حالية ولفظية ومعنوية كيف هذا حدد يقال إن هشام بن عبد الملك قبل توليه الخلافة ذهب للحج أراد أن يحج فذهب في عام من الأعوام وصادف ذلك أن زين العابدين علي بن الحسين كما تقول الروايات كان حاجا أيضا ورأى هشام أن الناس يفسحون الطريق لزين العابدين ويوقرونه ويحترمونه طبعا كان مهيب الطلعة وكان جميل المحي وكان طيب الرائحة وكانوا يؤفسحوا له المجال حتى قبل الحجر الأسود من هيبته ومن جلال قدره ما شاء الله يعني من آل البيت وله يعني مكانه فقال هشام من هذا أنكره وهو يعرفه هو يعرف أن هذا زين العابدين لكنه أنكره وقال من هذا إلى أن انبر الشاعر ويقال إنه الفرزق فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يغضي حياء ويغضى من مهابته فليس يكلم إلا حين يبتسم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لتشهد كانت لاؤه نعم يعني يعني أن السمح أن زين العاب يصفه بالسماحة بأنه يلبي جميع الطلبات عندما يسأل عن أي أمر يعني فيه تودد ورقة ولطف ويقال طبعا أن هذه القصيدة هي مكونة من تقريبا تبلغ أبياتها أربعة عشر بيتا أو أكثر أو قد تقل قليلا وتنسب إلى الفرزدق طبعا في نسبتها خلاف هل هي للفرزدق هناك أقوال كثيرة بعضهم ينكر نسبتها إلى الفرزدق وبعضهم يقول أكثر رواية تقول أنها إلى الفرزدق وبعضهم يقول لا ليست الفرزدق لكنها الحقيقة معبرة وفيها من العمق ومن التجربة الشعرية العميقة الشيء الكثير وفيها إنصاف لزين العابدين وتصدي لهشام قبل أن تولى الخليج يعني كيف تنكر هذا العلم البارز فشوف يعني هي حسب السياق قد أستخدم اسم الإشارة وأريد به التعظيم وتمجيد المشار إليه وقد أستخدمه للتحقير والذي يفصل في ذلك هو سياق الكلام وما يجتمل عليه من القراء الحالية واللفظية والمعنوية يعني طبيعة هذه المحاضرة قصيرة الحقيقة يعني ليس فيها طول لأن هذه الأسماء هي ثمانية أسماء الإشارة ومثل ما قلنا أنها تعد من المبنيات ما عدا المثنى لأنه هو الذي يتغير تقول جاء هذان الرجلان لأن هذان يفعل ترفعها بالألف لأن هذان مثنى إذا أردت النصب تقول رأيت هذين إذا أردت أن تأتي بهذا المثنى مفعولا به تقول رأيت هذين الرجلين هذين من هذان إلى هذين في الجر سلمت على هذين الرجلين تجره بالياء لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء أيضا نفس الشيء في هذين تقول مثلا جاءت قطفت هاتين الوردتين هاتين لأنها مفعول به ممكن أقول هذين الوردتين جميلتا يعني بدأت وضعت هذين مبتدى إذا لازم يرفع بالألف لأنه مثنى مررت بهاتين الوردتين أو شممت أو أعجبت بهاتين الوردتين أيضا جريتها بالياء إذن المثنى هو الذي خالف لذلك خرج المثنى من جملة المبنيات وأيضا الأسماء الموصولة نفس الشيء المثنى خرج تقول جاء اللذان نجحا ورأيت اللذين نجحا وسلمت على اللذين نجحا وكذلك اللتين تقول مثلا قرأت المجلتين اللتين أهديتهما إلي المجلتان اللتان رأيتهما كانت قرأتهما كانت هادفتين يعني إذن ليس هناك اسم تاسع فأذكره لكم إذا يعني وجدتم اسما غير هذه الأسماء وهو اسم إشارة فأخبروني عنه لأن أسماء الإشارة الحقيقة محدودة العدد وكذلك الأسماء الموصولة محدودة العدد والضمائر أيضا ليس فيها كثرة ولكن إعرابها فيه يعني يحتاج إلى مراجعة ولأن فيه ضمائر نصب وفيه ضمائر رفع وفيه ضمائر جر وفيه مستتر وفيه مستتر وجوبا وجوازا وهذا يخرج عن محاضرتنا هذه فنحن الحقيقة نركز على أسماء الإشارة فقط باعتبارها هذه الألفاظ الثمانية وهناك تداخل مع الظرفية فيه هنا وهناك وثم وثمة حتى بعضهم يقول ظرف مكان على طول وكلام صحيح فلو قلت اسم إشارة يفيد المكان فكلام كصح لو قلت انثم ظرف مكان أيضا كلام كصحيح وينطبق هذا الكلام على ثمة وهنا ونؤكد الحقيقة ناحية الرسم ناحية الكتابة كيف نكتب أسماء الإشارة حتى ما تخطيون أسماء الإشارة كلها تكتم متصلة ما عدا هاتين هاتان وتان تمد الها هذه ها أو تان اما باقي أسماء الإشارة فالها تكتب متصلة بهذه الأسماء ولا تنفصل عنها ولو قال لك أحد لماذا كتبناها بهذا الشكل قل اتباعا لرسم المصحف اتباعا لرسم المصحف لأن رسم المصحف وقف فما الذي يجعلون نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل نصر الباب السين ولو قلت باسم لوحدها جعلت بعد الباء ألف أيضا الرحمن لماذا كتبناها بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن كتبناها متصلة اتباعا لرسم المصحف لذلك لا يجوز أنا من الناس الذين يحترمون هذا الرسم وأعتبر القرآن معجزا في نظمه ورسمه فلا يأتي أحد يشكك في الكتابة يقول لماذا بعضهم يقول لماذا لا نكتب القرآن بالإملاء المعاصر يا أخي يفقد جماليته وبعدين القرآن لماذا كتب وحي الله سبحانه وطوله ألهم الكتاب الوحي بأن يكتبونه بهذا الشكل مرة رحمك كتبت بالتاء المربوط ومرة بالمفتوحة هل هذا يعتبر خطأ يا أخي ارجع إلى إعجاز القرآن شجرة كتبت في القرآن بالتاء المربوط وبالتاء المفتوحة ولها أسباب إذا كانت الآية تتحدث عن مجرد الشجرة فهي بالمربوطة إذا كانت تتحدث عن الزقوم وما فيه تكتبت بالمفتوحة الرحمة تكتب مربوطة إذا كانت رحمة عامة إذا كانت بالمفتوحة فهي رحمة خاصة فيما نزلت فيه فهذا يعتبر من إعجاز القرآن الكريم فكثير حقيقة من كلمات القرآن خالفت الإملاء المعاصر لأن هذه سمه من سمات هذا الرسم سمه من سمات القرآن الكريم وبه التصف مثلاً كلمة مئة في القرآن الكريم كتبة ميم آلف لأن هم يقولون قبل نقط القرآن وقبل وضع الحركات كانت تلتبس مئة بمنه وبفئة لأنه ما فيه لا نقاط ولا فيه حركات ولا شيء قالوا إذا نكتب مئة بالألف هذا رسم المصحف طبعاً لما جئنا ندرس الطلاب وكنت أنا ذاك في الأسرة الوطنية للغة العربية عام ألف أربعمية وسبعة عشر كنا في الأسرة الوطنية نؤلف الكتب وكتب القراءة والإملاء فاقترحنا أن نكتب مئة متصلة قلنا لماذا لأن الجيل النشأ في المرحلة الابتدائية يحب أن يكتب مئة متصلة وهي أقرب للقاعدة مين مكسورة والذي يناسب الهمزة المتوسطة التي تقع بعدها أن أكتبها على نابرة مئة كنا الحقيقة نناقش فكرة كيف نكتب مئة وفعلاً كتبناها بهذا الشكل بس أنا قلت ضعوا هامش قلت ضعوا على مئة المتصلة هذه هامش واكتبوا تحت في الحاشية كانت مئة تكتب بالألف هكذا لماذا حتى ما نخطئ هذه ولا نخطئ هذه نأخذ بالاثنتين من كتب مئة متصلة فكلامه صحيح فكتابته صحيح من كتب مئة ميم ألف ثم ثم جاء بالهمزة على نبرة لأنها تمثل الرسم القديم من الرسم المصحف وهذا أيضاً صحيح ولا غبار عليه حتى كتابة ما اتصل بمئة من الأعداد ثلاثمائة خمسمائة سبعمائة يقولون يجوز أن تكتبها متصلة خمسمائة ماذا تكتبها متصلة سوى خمسمائة ويوجد أن أفصل خمس خمس أكتبها لوحدها ثم أكتب مئة بالطريقتين اللتين قلتهما قبل قليل اختر أحدهما لذلك كتابة الأعداد التي تستصل بمئة حتى أجازها المجمع اللغة اللغة العربية في القاهرة أجازة كتابة الأعداد التي تستصل بمئة منفصلة أو متصلة ما تستطع تخطي أحد تولى ثلاث ليش ما وصلت ثلاث بمئة هذا الوصل صحيح إذا فصل الفصل صحيح ثلاث مئة وغيرتكتب ثلاث لوحدها ومئة لوحدها ليس هناك خطأ في كتابة الأعداد التي تتصل بمئة وأجاز المجمع اللغوي في القاهرة أن تكتب على الوجهين تسهيلا وتيسيرا لأنك أصلا ستنطقها ثلاثمائة سواء كتبتها متصلة أو منفصلة ليس هناك ما يدعم كلامك إذا مثلا ملت إلى أنها تكتب منفصلة وليس هناك أيضا ما يؤكد كلامك أنها تكتب أيضا بالطريقة الأخرى فكثير من حتى تسهيلا على التلاميذ أذكر أوصينا بأن نكتب بيئة وهيئة قالوا قالوا تسهيلا على التلاميذ أن نكتب الهمزة على ألف هيئة تيسيرا ولا الكتابة القديمة على نبرة هيئة وبريئة ودفيئة تكتبها على نبرة على ياء وكتابتك صح ولا يمكن تخطئتها لكن لو كتبها تلميذ في الثالث الابتدائي أو في الثاني الابتدائي نقول تيسيرا لك اكتبها على ألف أيضا أخذنا بهذا القول وفي كتب المرحلة الابتدائية مننا إلى أننا نبسط الكتابة التحرير العربي على التلاميذ لماذا لأن التلميذ يميل إلى كتابة ما يراه ألصق بالقاعدة أنسب مئة لماذا نلزم التلاميذ بكتابتها على ألف ما دام أنك كتب مئة متصلة والهمزة على نبير كتابته صحيح ما فيها أي شيء حتى نقرب حقيقة الكتابة من من التلاميذ لأن ما فيها يعني شيء لكن بعضهم يخط يكتب إن شاء الله متصلة هذه خطأ لماذا لأن إن أصلا حرف يجب أن ينفصل إن ثم يأتي الفعل شاء فافصل بين الحرف والفعل هذه صحيح لأن إن شرطية لما نقول إن شاء الله يعني إن شاء الله سيحدث كذا ستأتيني إن شاء الله التقدير إن شاء الله آتيك فإن شرطية حذف الجواب وقدر وقدر فهذه صح لا نجيز كتابة إن شاء الله متصلة بعضهم يصل الحرف بالفعل إن شاء صح لو كتبت إن شاء لوحدها بمعنى تكوين إن شاء هذه الكلية صح إن شاء اكتبها متصلة لأنها أن شاء إن شاء كلها كلها مصدر أن شاء فعل ماضي ومصدره إن شاء لكن إذا قلت إن شاء الله فافصل بين الحرف والفعل فنرى الحقيقة هذا الخطأ شائعا عند كثيرين من الناس مهما أوتوا من الدرجات العلمية تحص يكتب إن شاء الله متصل ويمن الأخطاء الحقيقة شائعة لكنها لا تغتفر يعني يعني فعلا نرجو أن تتغير بعض العادات الكتابية هي صارت مثل العادة مع الأسف واللي يضع نقط على الله على الهاء ما يجوز الله تكتب نقطتين على الهاء هذه ها يا أخي الله حرف أصلي الإله هل أكتب نقطتين هل أضع نقطتين عبد الله هل أضع على الله نقطتين أو عبد الإله هذه ما يجوز كيف لأن في فرق بين الهاء والتاء المربوطة التاء المربوطة تنطقها تاء تنطقها تاء لما قل ثامرة لأن أصل كان ثامرة هذه ثامرة هذه ثامرة إذن أنقط هنا أنقط صح ما دم تقدر تنطقها ها وتاء بقرة بقرة سورة سورة البقرة أضع النقط هنا أصل الكلام سورة البقرة ما دم أقدر أحول الها إلى تاء في النطق انقط ضع النقط توصية توصية ضع النقط بين بينة ضع النقط لكن لما قل أخوه الها ضمير ما تكرر تحط نقط لكن إخوة صح إخوة هم إخوة لكن هو أخوه هذا أبوه ما تنقط لكن ما تقدر تقلب هتاء في النطق بعد الها ضمير لما نقول له له وعليه وبه لا تنقط ما يجوز هنا إملائيا أنك تضع النقط تظن أنها تام مربوطة لا يجب أن تفرق يجب أن تمحو العادات الكتابية الخاطئة في كتابة خاصة الها هذه مشكلة أنا أشوف مشكلة كتابية مستشرية يضعون النقط على الهاء التي هي ضمير يضعون على الهاء الأصلية مثل لفظ الجلالة الله ما يجوز يعني تقريبا أنا لا أريد الإطالة لأن موضوعنا مختصر وموجز وبالعكس نحب أن نسمع مداخلاتكم حول أسماء الإشارة أنا ودي تتقيدون بأسماء الإشارة وإن أردتم أن تخرجوا عن أسماء الإشارة ولو قليلا لا بأس في ذلك وشكرا للأستاذ عبد الله الراشد ونترحم أيضا على والدنا الشيخ عبد الله العقيل رحمة الله عليه وعلى آبائنا وأجدادنا وأحبائنا رحمهم الله وجمعنا الله بهم ومن نحب في جنات الفردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحقق آم آم اشتركوا في القناة